تخطت كاركاس توقعات واشنطن وحلفائها صمدت أمام كل مشاريع إسقاط نظامها البوليفاري لسنوات سواء عبر الاقتصاد أو السياسة أو حتى العسكر الرد المباشر بات استراتيجية فنزولا الواضحة في وجه أي عبث أمريكي أو أوروبي في شؤونها الداخلية التهديد الأوروبي واجهه مادورو بالمثل بإمهاله سفيرة الاتحاد الأوروبي في كاركاس 72 ساعة لمغادرة البلاد ما هي القوات التي يفترضون أنهم يمتلكونها؟ من هم ليعاقبون؟ من هم كي يفرض أنفسهم بالتهديد؟ نطالب الاتحاد الأوروبي باحترام فنزولا ويكفي اضطهادا الرد الحازم لما دور على العقوبات الأوروبية يعود لأسباب عديدة وأبرزها الدور الخطر الذي يؤديه الاتحاد الأوروبي في دعم مشروع الولايات المتحدة التخريبي في فنزولا والأسيما بعد مسارعته إلى التشكيك في نازهة الانتخابات الرئاسية السابقة حتى قبل صدور نتائجها ومن خلال اعترافه بالمعارض خوان جويدو رئيسا لي فنزولا فور أعلان واشنطن ذلك محاولات واشنطن لزعزعة الأمن الداخلي في فنزولا بتجديد العقوبات والتطبيق الحصار ولخنق القاعدة الشعبية المؤيدة لما دور فشلت وجهتها كركاس بشجاعة وبمسندة حلفائها الدوليين الذين يعانون من العقوبات الأمريكية نفسها وأبرزهم روسيا وإيران التي باتت تربطها معهما اتفاقيات اقتصادية وعسكرية تخفف من حدة الحصار عليها وفي ظل انشغال الولايات المتحدة بأزمتها الداخلية وضع في موقف المعارض خوان جويدو المدعوم منها يظهر مادورو أكثر حزما وقوة في مواجهة الهيمنة الأمريكية وفي سلوك نهج الكثير من الدول التي بدأت تتخذ خطوات واضحة في وجه التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية فهل يتشكل في هذا السياق حلف دولي رافض لسياسة أمريكا تجاه العالم